مشاهدينا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية الموسم الثاني النهاردة حلقتنا عن مطرب من الزمن الجميل ملك الإحساس والرومانسية هو العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ الموعود بالألم والعذاب والشقاء لكنه قدر يحفر اسمه من دهب وأصبح أهم وأعظم فنان في مصر والعالم العربي حتى الآن يلا بينا نبدأ رحلته من البداية خالص ميلاد الفنان الكبير عبد الحليم حافظ في مدينة الشرقية بقرية الحلوات بالقرب من مسجد المشايخ اتولد في 21 يونيو 1929 والحقيقة يوم ولدته كان يوم صعب جدا ومؤلم جدا والدته تعبت جدا في ولدته وتوفت بعد ميلاده بكم يوم وهو الإبن الأصغر يعني إخواته الكبار الأستاذ إسماعيل ومحمد وعليا الصغير خالص كان عبد الحليم حافظ وللأسف بعد وفاة والدته اعتنى بيه والده شوية وبعد فترة قصيرة جدا توفى برضه والده أهل القرية في الوقت ده قالوا إن الولد ده شقمه ونحس وما كانش حد بيحبه خالص في الوقت ده وبعدين تولى تربيته خاله وبعد فترة خاله وده ملجأ عشان يعني ما كانش عارف يرعيه قوي وبعد فترة خرج من الملجأ وتولى تربيته أخوه الكبير إسماعيل شبانة والحقيقة لما نجي نشوف حياة عبد الحليم هو كان من صغره بيحب جدا الغناء فأي حفلة أو مولد أو فرح أو أي مناسبة في القرية كان يحب يجري يسمع الغناء ويشوف المطربين واللي بيغنوا أو الفرق المصرحية اللي بتيجي القرية عندهم أو البلد عندهم وفي مرة من المرات كان الموسيقار محمد عبد الوهاب جاي يعمل حفلة لأحد الأعيان جيري عبد الحليم عشان يشوف بس الفنان محمد عبد الوهاب وقف على شجرة عالية جدا علشان بس يبص على الفنان محمد عبد الوهاب ووقع من على الشجرة وتجبس وتكسر وسأله أنت بتعمل ليه كده عبد الحليم قال له نفسي بس أشوف الفنان محمد عبد الوهاب تأثر جدا به ومرت الأعوام ومرت السنين وهو كان من الأطفال الشائيين جدا في البلد وكان يعني على طول الأطفال في الوقت ده بينزلوا الترعة وبيلعبوا كورة هو كان دايما بيحب لعب الكورة وكان بينزل على طول الترعة مع زميله وده طبعا اللي أثر على صحته وجاب له مرض البلهاريسيا للأسف وما ننساش أبدا أن بعد فترة اشتغل مدرس موسيقى في الزقزيق وفي المحلة وكان من حبه الفن درس الموسيقى عشان يصبح فنانه يعني درس موسيقى وأصبح مطرب وكان صديق عمره في الوقت ده الفنان محمد الموجي وكمال الطويل من أهم الأصدقاء اللي هو كان بيحبهم جدا وعلى تواصل بينهم خالص مع بعض وما ننساش أبدا أن الفنان عبد الحليم حافظ أول غنوة قدمها كانت أغنية لقاء كلمات الشعر الكبير صلاح عبد الصبور وتقدم للإزاعة أكتر من مرة الفنان عبد الحليم علشان يقدم للإزاعة وللأسف كان بيترفض الوحيد اللي كان بيهتم بيه وشاف فيه موهبة فعلا وكان بيشجعه وبيدعمه الأستاذ حافظ عبد الوهاب وهو اللي كان دايما يقوله هتبقى لك مستقبل أنت فشلت مرة واثنين بس لا يا عبد الحليم استمر وإن شاء الله تنجح وأول حفلة عملها في اسكندرية غنى فيها أغنية صفيني مرة في الوقت ده كان معروف عن المطرب أو أي مغني زي مثلا أستاذ محمد عبد الوهاب محمد أنديل وكبار المطربين اللي قابل عبد الحليم حافظ كان معروف أن المطرب بيقف كده قدام المسرح ما بيتجاوبش مع الجمهور زي فريد الأطرس زي أي فنان يعني